قرار ذكر كذلك بوجوب أحصاء ساكينة تندوف خاصة وأن الأمينة العام الجديد لمجلس الأمم المتحدة يعرف جيدا ما يجري في تلك المخيمات من تعذيب واختلاص لأموال المساعدات الدولية كما يغضى حل السادة المساوي العجداوي الخبير في القضايا العربية والإفريقية هذا التقرير يمكن أن تبقى من أهم التقارير التي صدرت عن الأمم المتحدة هو تقرير يعتبر قرار يعتبر امتداد لتقرير الأمين العام فيه وضع النقط على الحروف فيما يخص هذا النزام متكون إن بقي على حاله من 25 فقرات تشير الحيتيات التي يبنى عليها القرار بإضافة إلى 18 توصية كلها تشكل خيط الطريق خاصة في الفقرة 13 إن بقيت على حالها التي هي خيط طريق لما سيأتي فيما بعد يجب أن نربط كذلك كل حلول التي وردت في القرار طبعا بالباب 8 من تقرير الأمين العام المتعلق بملاحظات وتوصيات والذي يؤكد على مقاربة جديدة أن تكون واقعية ودات مصداقية وأكثر من هذا ودات أن هناك إعادة قراءات لمفهوم تقرير المصير يتماشى مع هذا الواقع هناك أيضا تحميل مسؤولية إلى دول الجوار لأنه هو صراع بالنسبة لكوتيريس ولمجلس الأمن هو صراع إقليمي محض وأن هذا الصراع الإقليمي محض يجب على الأطراف دول الجوار بالخصوص أن تكون فاعلة في إيجاد الحل وأكثر من هذا ودك أيضا أن التقرير والقرار بالخصوص القرار يطرح مسألة تشجيل سكان المخيمات لأن لا أحد يعرف كم هو عدد سكان المخيمات لأن ذلك مرتبط كذلك بما يمكن أن نقول بتقرير المصير مرتبط بالمساعدات والجواريس يعرف جيدا ماذا يجري في المخيمات لأنه كان مفوت سامي لشؤون اللاجئين يعرف بدقائق أمور الصرقات التي تقع تشكلات سكان داخل هذه المخيمات فبالتالي يمكن نعتبر أن التقرير والقرار هو مقاربة جديدة وإعادة التوازن إلى رؤية الممتحدة لنزاع الصحران ترجمة نانسي قنقر